تتسم العلاقات بين مصر وجيبوتي بالتميز على المستويات الرسمية والشعبية كافة كما شهدت علاقات مصر وجيبوتي في عهد الرئيس السيسي تطوراً عكسه تعزيز التنسيق والتشاور الدائم بين البلدين علاقات متميزة بين مصر وجيبوتي على كل المستويات الرسمية والشعبية في ظل التنسيق والتشاور الدائم على مستوى جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي ومنظمة التعاون الإسلامية العلاقات السياسية بين مصر وجيبوتي شهدت تطورا في عهد الرئيس السيسي لسيما خلال ترأس مصر للاتحاد الأفريقي في عام 2019 لقاءات قمة جمعت بين الرئيس السيسي ونظيره الجيبوتي تشير إلى الزخم غير المسبوق الذي تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين حيث عكست اللقاءات الرسمية بشكل سريع في دفع العديد من المشروعات المشتركة الرئيس الجيبوتي إسماعيل عمر جيلا أشاد خلال لقائه بمسؤولين مصريين بالخطوات المتسارعة على صعيد إرساء شراكة استراتيجية بين مصر وجيبوتي وهو ما تجلى بالأخص في الزيارة التاريخية التي قام بها الرئيس السيسي إلى جيبوتي في شهر مايو الماضي والتي تعد الأولى من نوعها لرئيس مصري إلى جيبوتي وخلال تلك الزيارة عقد رئيس السيسي مباحثات موسعة مع الرئيس الجيبوتي وشهدت المباحثات تبادل الرؤى بشأن أبرز الملفات المطروحة على الساحة الإقليمية خاصة في منطقتين شرق أفريقيا والقرن الأفريقي اللقاءات الثنائية بين مسؤول الدولتين شهدت كذلك التباحث بشأن عدد من موضوعات التعاون الثنائي وذلك في ظل التعاون الثنائي والإقليمي الممتد بين البلدين لتحقيق المصالح المشتركة وصون الأمن والاستقرار خاصة في منطقتين القرن الأفريقي والبحر الأحمر هذا وتقدم مصر الدعم الفنية والدورات العسكرية داخل منشآتها ومعهدها العسكرية للكوادر العسكرية الجيبوتية في التخصصات المختلفة كما أن هناك تعاونا بين مصر وجيبوت في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف من خلال تنشيط الآليات القائمة لتعزيز علاقات التعاون العسكري والأمني وكذلك حماية البحر الأحمر من التهديد الإرهابي وعمليات القرصنة الدولية